بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن النب طب في البداية بدي أذكرك أنه في المحاضرة السابقة حكينا على الـ Data Type وحكينا على الـ Integer والـ Double وآخر شيء وقفنا عنده أنه لما إحنا استخدمنا قيمة صحيحة وخزناها جوه الـ Double طلعت النتيجة مش انتجر طلعت النتيجة Double في محاضرة اليوم رح أفهمك ليش طلعت النتيجة Double وهل هذا الإشي صحيح وهل بيسببنا مشاكل في الذاكرة ولا لا لأنه في المحاضرة السابقة برضو حكينا أنه كل القيم تتخزن داخل الذاكرة اللي هي الممر خلينا نشوف مع بعض شو بيسير أنا عندي هنا انتجر X تساوي 10 وتغير اسمه X الـ Data Type Integer والـ Value 10 في المماري هيتمثيل للمماري الـ X رح تتخزن داخل الذاكرة فأنا نحكي عنها المماري تبا؟ هنا بدي أوضح لك بس نقطة مهمة إنه هذا التمثيل للعملية يعني أكيد المماري ما بتخزن الـ X بهذا الشكل على شكل صندوق لكن أنا بوضح لك الفكرة طيب جميل أرفنا إنه الـ X بداخلها Value رقمها 10 وهنا في عندنا منظوع جدا مهم وهي حجم تخزين هاي الـ Value في الذاكرة يعني كديش أخذ من الذاكرة؟ كديش أخذ من المماري؟ هنا أنا كتب لك أربع بيت مبدئيا لا تشغل بالك في وحدات القياس ولا بتهمنا في هاي المرحلة خلينا نفهمها بشكل بسيط اعتبر إنه الـ X حجمه أربع وحدات تمام؟ يعني صندوق مقسم لأربع وحدات طيب تمام هنشوف كمان مثال Double Y 20.5 رح يتمثل على المماري Y 20.5 ثمانية بيت هنا أكيد أنت انتبهت إنه الـ Double حجم ضعفين الانتجر طيب ممتاز وزي ما حكيت سابقا إنساك من وحدة القياس ما بتهمنا بس بهمني الفكرة إنه دايما الـ Double رح يأخذ مساحة أكبر من الانتجر طيب جميل إجينا هون حكينا Double Z يساوي 20 فنشأ لي هون صندوق وحط لي هون 20 لكن شو تتوقع إنه تم تخزينه أربع بيت ولا ثمانية بيت الموضوع جدا بسيط في التعريف ما بتطلع على الـ Value بتطلع على الـ Data Type اللي انت معرفه هون معناته ثمانية بيت وزي ما شرحت لك سابقا انت أكيد انتبهت إنه في عنا أربع بيت إحنا مش مستخدمينها لأنه الـ Value العشرين هي عبارة عن انتجر وحجمها الصحيح هو أربع بيت لك عشان خزنت جوه Double فهي صارت عندنا هون ثمانية بيت هنا للتوضيح حرفيا رح يصير مش عشرين زيك لحاله هتكون عشرين دوت زيرو رح أضيف لك هيه هون في المنتاج عشان تعرف كيف رح يكون شكلها يعني ما بتتخزن عشرين بتتخزن عشرين دوت زيرو هذا الاشي ممكن يسبب لك مشاكل في الابليكيش في المستقبل بحكيرك ياس لو انت اتبعت هذا السلوب على مشروع ضخم فمرة على مرة مرة على مرة الذاكرة رح تمتلي وانت أصلاً ماش مستخدمها فعشان هيك الـ Dart عملت لك Data Type جديدة اسمها النم تعني تعرف عليها نم X1 يساوي عشرة أكيد انت انتبهت هنا ان هاي القيمة هي عبارة عن انتجر شو بيسوي النم وبيجي عنا في الكمبيلر أكيد انت مذكره في الكمبيلر رح يصير يسأل النم هل القيمة المخزن عندك هيها دابت؟ هتقول له لا هل القيمة هاي المخزن عندك هي انتجر؟ هتقول له صح ساعتها الكمبيلر نروح على الممري بنشي X1 بيخزن بداخلها عشرة وحجمها أربعة بيت شو سوى الكمبيلر؟ الكمبيلر هون عرف انه هاي انتجر فخزنها في الذاكرة انتجر خليني أعطيك كمان مثال لو حكينا هنا نم X50.4 فالكمبيلر رح يجي يسأل النم هل القيمة عندك هيها دابت؟ هتقول له اه ساعتها رح يخزن X1 قيمتها 50.4 وحيكون حجمها ثمانية بيت هتقولي هسا النم هاي كثير ممتازة ريحتنا وكمان استغلينا الذاكرة بشكل صحيح خلص ما رح استخدم الانتجر والدابت في التعريفات دائما رح حط نم لكن انت اكيد انتبهت على نقطة مهمة انه الكمبيلر كل مرة قاعد بيسأل هل هو دابت ولا انتجر مش هون اخذ وقت طب والله هيك مهندس احنا احترنا معك يعني استخدمه ما استخدمهاش فكرة النم لا يتم استخدامها بشكل دائم طيب كيف يعني؟ الفكرة كالآتي اذا انت بتعرف انه مثلا هذا المتغير هو عبارة عن انتجر فانت بتعرف انتجر اذا بتعرف انه هذا المتغير هو عبارة عن دابل فانت بتعرف دابل لكن ان شاء الله في المحاضرات القادمة رح علمك كيف تخذ الدياتا من اليوزر يعني انك انت تطلع مشروع وتخلي اشخاص ثاني يدخلوا قيام انت مش عارف اشه ما رح يدخلك في هاي الحالة انت صار هسا في عندك احتمالات الاحتمال الاول يمكن تكون دابل الاحتمال الثايم تكون انتجر في هاي الحالة احنا منستخدم النم فاكد انت هسا فهمت انه النم احنا استخدمها في حالة انك انت مش عارف شو الفاليو رح تيجيك بمعنى اصح القيمة رح تيجيك انت مش عارف شو هي اتمنى انك تكون فهمت الفكرة فتعال نطبقها مع بعض عشان تفهمها مية في المية انشأتلك فولدر جديد 13 نم محاضرة قبل 12 هي الي كانت كيف تنزل الكود محاضرة جدا مهمة انشأتلك ملف وبداخله في عندك وفي عندك كلي براكت في البداية بدي انشئ دابل بدي حكيله نمبر وان ساوي مثلا خمسة بعد هيك بدي انشئ كما متغير دابل نمبر تو يساوي همسين وينت اربعة لو صوتها استجم الاطباعه هون برينت وهي سنجل كوتيشد حكيته نمبر وان يساوي دولار صاين نمبر وان عمل بعديها كومة نمبر تو يساوي دولار صاين نمبر تو خلنا اعمل رن بسايف كنترول اس بعدين رن فقال لك نمبر وان هي خمسة بوينت زيرو اكيد انت هسه عارف لش هي مخزنة على شكل دابل انو الداتا تايب هي دابل لكن هي عبارة عن انتجار صح هننتبه هننتبه هسه شو رح يصير سيفت وعملت رن ثم تخزينها على شكل انتجار فالنم هنا عرف انو نمبر وان هي عبارة عن انتجار مش دابل فخزنها في ذاكرة انتجار هل نعطيك كمان مثال لو قلتلك هسه منها من العملية حسابية نمبر وان زائد نمبر تو هون بدي اسألك خمسة زائد خمسين بوينت اربعة كم رح تطلع طب وهون مش لازم القيمة هاي انخزنها جوه متغير طيب ليه؟ لانو اصلا كان هدف المتغيرات انو انا اخزن قيمة عشان ممكن استخدمها في وقت لاحق هل اخزنها هون على شكل انتجار مثلا احكي هون result وخزنها على شكل انتجار وباشرة الكمبيلر ساعدني قلت اربالك النمبر تو هي عبارة عن دبل فاكيد النتيجة هتطلع دبل حتى لو كانت هاي انتجار مع انو هاي مش انتجار هاي عبارة عن شو؟ عبارة عن نم وهون انت اكيد انتبهت انو عشان موجود هون دبل لك لا لو سمحت ما بزبط تخزن هون انتجار لازم تكون هون دبل طب كيف ممكن اخلص من هاي المشكلة؟ باجي هون احكي له هاي تكون عبارة عن نم ساعتها شو قل لك؟ لك لو سمحت هاي نم وهي نم ممنوع تخزنها دبل طيب ليه؟ ما هاي هدبل قل لك لا انت لا تطلع على الواليو هاي الكمبيلر ما بيطلع على الواليو الكمبيلر مس زيك لما تعمل انتران ساعتها الكمبيلر بصير يقرى الكاد فبحكي لك احتمال تطلع النتيجة انتجار واحتمال تطلع النتيجة دبل وأتوقع هسه بلاش تفهم ليش قلتلك إذا انت عارف انه هيطلع دبل فخزن دبل إذا انت مثلا عارف انه هيطلع انتجار فخزنه عشكل انتجار لأنه إذا خليتها نام ساعتها هيكوفي عندك احتمالين ممكن يطلع دبل ممكن يطلع انتجار في هاي الفعلة قالي لو سمحت هل لي هشوف نام وهيك انا بتحكم ككمبيلر شو النتيجة رح ترجع لك ممكن ترجع لك انتجار وممكن ارجع لك اياها دبل وفي حالتنا رح ترجع اكيد دبل كبان شوائد رح اسوي ملخص سريع لمحاضر تريو سيف وعمل رن بالضبط هيرجع لي اياها دبل 55.4 خلينا نسوي ملخص لمحاضر تريوم في محاضر تريوم عرفنا فرق بين الانتجار والدبل وكيف بتخزن داخل الذاكرة اكيد اذا خزننا قيمة صحيحة جوه دبل فنصف المساحة يتم حجزها بدون اي فايدة وهذا السلوك اذا استمر وتكرر داخل مشروع عدة مرات رح يسبب لك مشاكل في البرفورمانس معنى البرفورمانس في مستوانا هسه خلينا نحكي ان هو عبارة عن سرعة الاداء او اداء التطبيق لكن لا قدام رح اوضح لك معنى البرفورمانس بشكل اكثر تمام وهون اجت لغة الدارت وقالت لك موضوعك سهل جدا رح اضيف لك شغلة اسمها نام هاي النام تعمل مقارنة هل الفاريو هاي انتجار فبتخزنها انتجار هل هاي الفاريو دبل فبتخزن لك ياها دبل لكن اتفقنا اذا انت عارف القيمة رح تخزنها خزنها بشكل مباشر يا انتجار يا دبل اذا انت مش عارف ونحن اشرحها في المحاضرات القادمة رح علمك كيف تأخذ الداتا من اليوزر وساعدته هون ما رح تعرفش اشو الداتا اللي جييتك معنك المداتة يعني بيانات اعطينا مثال كيف يعني مثلا انا قلتلك داخلي السلري الخاص فيك السلري هون انت ممكن تأخذ ميت دينار غيرك ممكن يأخذ ميت دينار ونص يعني في عندك كسور صار فعشان هيك انا عشان حل المشكلة هاي بخليها نام ساعدها اذا كان انتجار هيتخزن انتجار واذا كان دابل رح يتخزن دابل وطبعا رح نطبق مع بعض كثير مشاريع في نهاية كل قسم في دورتنا اتمنى انه كانت محاضرة اليوم سهلة وبسيطة وكالعادة اذا اهضرت المحاضرة للنهاية علق اي تعليق بالدكية وضيف معا الوردة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة